ذكرت وكالة روتز للأنباء أنه صمع دوي ما يقل عن ثلاثة انفجارات وإطلاق نار في معطار عدن باليمن أدت الانفجارات إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات الآخرين بجروح هذا وقبل وقت قصير من الانفجار وصل عضاء من الحكومة الاعتلافية اليمنية المشكلة حديثا إلى عدن قادمين من المبنك العربية السعودية على متن طائرة أفادت وساد علامنا السعودية أن عضاء في الحكومة ومن بينهم رئيس الحكومة الجريدة معين عبد الملك السعيد تم نقلهم بسلام إلى القصر الرئيسي في اليمن